السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل اسهل واحلى كيكة برطقان ممكن تعمليها مكوناتها بسيطة وطريقتها سهلة اوي هنعملها كده في الخلط بمنتهى السهولة والبساطة نتيجتها بصراحة بتطلع طحفة وهشة اوي وهتطلع معاك كده مرتفعة ولونها فاتح وهقولك بقى كل الخطوات اللي تخليها تطلع معاك نجحة والتسوية المزبوطة نسمي لها كده بقى ونشوف مقدير وصفتنا عند اربعة عدد من البيت وكوباية ونص من السكر السكر يكون معاك ناعم وابيض لان السكر لو غمق فيغمق معاك لون الكيكة والبيت برضو يكون بدرجة حرارة المطبخ ويكون معاك كده فرش عشان ما يدلكش كده زفارة في الكيكة وعنده باك واحد من البودر وعندي تلات كبايات من اللي ونص كباية من النشا النشا من الحاجات اللي بتخلي الكيكة تفضل كده مرتفعة وما تهبطش معاكي وعنده كباية من الزيت وعنده كباية وربع من اللبن واللبن هنا دافي معايا زي دامعة العين وعندي كده معلقة من بشر البرطقان هجيب بقى كده الشفشق بتاع الخلاط بتاعي وهنزل كده بالبيد والسكر مع بعض وهضربهم كده لمدة خمس دقيق لحد كده لما تلاقي كده البيد بقى لونه كده فاتح والسكر داب كده تماما بضيف معلقة صغيرة من الخل الخل هيقض عندك على اي زفارة موجودة في البيد بنسبة مية في المية وبخلي كده الكيكة يبقى لونه فاتح وبيدتلها شاشة جميلة جدا وضفت كده بشر البرطقان وخفقتهم مع بعض هضيف بعد كده بقى الزيت واللبن كده كل المكونات السيلة جاهزة كده معايا بجهز بقى كده لصنية وبدهنها اي مادة دهنية انت حباه سواء بقى كده زيت او زبدة او سمدة على حسب بقى ما انت حباه قدهنها كده كويس وببطنها بالدقيق بحيث كده ان الكيكة ما تلزقش معاك وهي بتستوي كده بقى جهزت عندي كده الصنية اللي انا اغبزها فيها بجيب بعد كده عندي بقى بولة وبنخل الدقيق لما بتنخل الدقيق مرتين كده او تلاتة بيديلك هشاشة للكيكة جميلة جدا فضروري جدا انت تنخليه كده مرتين او تلاتة وبنخل برضو كده النشا معاه وبضيف بقى كده رشة كده من الفانيليا على الدقيق بتدي بصراحة ريحها جميلة جدا هقلبهم كده مع بعض وهضيف بقى الخليط بتاع الكيك ولما تيجي تقلبي تقلبي براحة جدا بحيس كده ان الكيكة النلديق ما ياخدش معاك عرق وانت بتقلبيه وتتأكد كده ان هو ما فهوش اي تكتلات خالص يبقى كده خليط ناعم وانسيا بي بالشكل ده اخر حاجة خالص بقى بضفها هي البودر لما بضف فيه الاخر بيدي بصراحة نتيجة جميلة جدا هنخله كده كل خطوة بتعمليها بتفرق معاك في تسويت ونتيجة الكيكة بتاعك عشان كده تاخدي احدى نتيجة وتبقى كده مرضية بيها هقلب بقى كده بالراحة جده الخليط عندي تمام وجهز هفرض دي بقى كده في الصينية اهم حاجة بقى لن الخبز الفرن تكوني مسخنة كويس جدا من قبلها على درجة حرارة 180 بتدخليها عندك في الراف الوسطاني ما بتفتحيش عليها خالص غير لما يمر كده عليها نص ساعة عشان ما تهبطش معاك اسوي كده السطح واخبطها كده خبطتين على الرخامة عشان ما يبقاش فيها اي فراغات كده في النص بعد كده بقى بتختبريها بتختبريها بخلة لو طلعت معاك كده نضيفة كده التسوية بتاعها تمام لو طلع فيها عجين هتسيبيها برضو تاني لحد لما تكمل سواها طلع بقى ما شاء الله لونها جميل جدا بتسيبيها كده بعد ما تستوي في قلب الفرن وتقفيلها عليه وتفتح بس باب الفرن وتسيبها لحد ما تبرد عشان ما تهبطش معاك ما شاء الله طلعها مرتفع جدا ولونها فاتح وجميل انا بقى بحب بصراحة اقطعها كده بالشكل ده وساعات بقى كده باخد كل اتنين وحشيهم كده عندهم ربا بتبقى طعمها جميل جدا الكيكة ما شاء الله طرية وهشة جدا وجميلة من احلى الوصفات اللي ممكن تجربيها وتطلع معاك نجحة ومزبوطة اتمنى بقى كده ان شاء الله تجرب الوصفة وتعجبك والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر